من جانبه أوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية دكتور أحمد قطان أن الوزارة عملت على دعم سوق العمل وتقليل نسب البطالة والارتقاء بالسوق الوزارة بشكل عام عملت هذه السنة على عدة محاور لدعم سوق العمل وتقليل نسب البطالة والارتقاء بالسوق منها تعديل أشت تنظيمات العمل الجزئي فكما تعلم العمل الجزئي هو صاحب العلاقة العقدية بين صاحب عمل وموظفي عمل لبعض الوقت وليس بشكل دوام كامل فهنا تدخل صندوق تنمية المادة البشرية وأصبح يدعم التأمينات الاجتماعية بالنيابة عن صاحب العمل ليخفف التكلفة عن صاحب العمل ويدفع مزيد من أبناء الوطن العاملين بشكل جزئي لمشاركة في السوق